السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً علم من الجهالة وهدى من الضلالة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فالله مجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته وحشرنا يا ربنا تحت لوائه وفي زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبداً بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف أمراضنا وعافي مصابنا وارحم أمواتنا وفك كرباتنا ورد غائبنا وفك أسيرنا اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفواً أحد نسألك ألا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا من أهلنا ولا من جيراننا ولا من إخواننا مريضاً إلا شفيته ولا مهموماً إلا أذهبت همه ولا مكروباً إلا نفست كربه ولا محتاجاً إلا رزقته ولا ضالاً عاصياً إلا تبت عليه وهديته اللهم بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا بارك لنا في مصرنا بلدنا وفي شيوخنا وعلمائنا بارك لنا يا ربنا في أولادنا وأموالنا وعلومنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا نسألك يا الله أن تبارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن تصلح ذرار المسلمين اللهم بارك لأولادنا وبارك عليهم اجعلهم بآبائهم بارين واجعل آباءهم بهم رحماء يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا أن تبيض وجوهنا وأن تثبت أقدامنا وأن تسدد ألسنتنا اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك يا الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز في الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار لا تفضح أمرنا ولا تكشف سترنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم نور بيوت المسلمين نور بيوت المسلمين بالقرآن ونور قلوب المؤمنين بالقرآن اللهم نور بيوتنا بطاعتك اللهم نور بيوتنا بذكرك اللهم نور قلوبنا بذكرك نور قلوبنا بالقرآن أصلح يا رب بين الأزواج والزوجات اللهم إني أدعوك في هذا المقام في هذه الساعة لا تدع في بيوت المسلمين رجلا بعيدا غائبا شاردا عن بيته إلا رددته إلى أهله وأولاده برحمتك ولا تدع في بيوت المسلمين امرأة شاردة بعيدة عن زوجها وأولادها إلا رددتها يا ربنا إلى زوجها وأولادها سالمة مسالمة طائعة مطاعة اللهم ألف بين قلوب الأزوال والزوجاء وأصلح يا رب بين الآباء والأبناء والجيران اللهم إني أدعوك وأسألك أن تصلحنا وأن تهدينا وأن تصلح لنا أولادنا وأن تهدي لنا أهلنا وجيراننا اللهم حبب فينا خلقك اللهم إني أسألك حبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك أسألك يا الله أن ترزقنا حبك وحب من أحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين إخوتي أحبتي في الله كيف أنتم مع إخوانكم كيف أنتم مع أخواتكم كيف يعيش الأخ مع أخته في بيت واحد تحت سقف واحد مع أب وأم واحدة أو كيف يعيش الأخ مع أخته حتى بعد زواجها أو حتى بعد أن ترك الأخ بيت أبيه وأمه وبيت إخوته كيف العلاقة بينكما كيف أنت من أخيك وكيف أنت من أختك هل أنت ظلها الذي تستظل به هل أنت سندها التي تتكئ عليه بعد الله هل أنت سندها ووليها بعد موت أبيها هل أنت إن احتاجت لا تسأل غيرك هل أنت إن احتاجت لا تسأل في الدنيا من أمور الدنيا المقدور عليها أحدا سواك وكيف تفعل أيها الأخ إذا جاءتك أختك هذا هو موضوعنا وهذا هو حالنا أنا دائما أتكلم عن البيوت الآمنة البيوت المسالمة البيوت الطائعة البيوت المؤمنة المسلمة المستسلمة البيوت السعيدة الراضية يرضى الزوج بزوجته ويسعى لإرضائها وترضى الزوجة بزوجها وتسعى لإرضائه ويحب ويعطف ويحن الأب على أولاده وتبر الأبناء آباءهم ويراعون حقوقهم كيف أنتم في بيوتكم هذا هو اختيارنا في هذه الحلقة واخترت هذا الموضوع لأعرف أو نتعلم كيف تكون علاقة الأخ بأخته والأخت بأخيها وقد ضربت مثلا لا بأخت شقيقة ولا بأخ لأب أو أخ لأم بل لأخ بأخت من الرضاعة فنحن نتكلم عن الشيماء جذامة بنت الحارث السعدية بنت السيدة حليمة مرضعة النبي أتكلم عن الشيماء حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ظلت ترعى رسول الله خمس سنوات في أول عمره كيف كانت محبة له كيف ملأ حب النبي قلبها حتى أنها كانت تقدمها على أخيها من أمها وأبيها وهذا من رحمة الله باليتيم بل هو من عظمة أخلاق النبي الأمين أجبر الشيماء أن تحبه وأن تقدمه عشنا مع الشيماء وهي ترعى رسول الله وعشنا معها بعد أن رجع النبي من بني سعد وعاش في مكة وظل إلى سنة أربعين ثم بعث النبي الأمين وبدأت دعوته تنتشر ثم هاجر من مكة إلى المدينة ثم كان بعد فتح مكة غزوة حنين قبيلة هواز جمع مالك بن عوف النصري سيد هواز جمعا عظيما قرابة خمسة وعشرين ألف مقاتل لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انتهى النبي من فتح مكة خرج إلى حنين وهي آخر حصون وقلاع في هذه المنطقة ليفتحها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمن شرهم وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم وخطط مالك بن عوف النصري عوف بن مالك النصري خطط سيد هواز تخطيطا عجيبا فأخرج النساء والذرار والأموال حتى لا يفر أحد من ديشه فيقاتل قتالا مريرا يدافع فيه أولا عن أعراضهم ثانيا عن أولادهم ثالثا عن أموالهم رابعا عن أرضهم واستمر مالك بن عوف النصري في الحصار واستطاع أن ينتصر في أول الأمر على رسول الله ثم انتصر النبي بتأييد من الله ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين أنزل الله من عنده سكينة وجندا وثباتا فانتصر المسلمون على مالك بن عوف النصري وأسروا عددا كبيرا من الرجال والنساء والذرار وأخذوا الأموال وغنموا غنائما عظيمة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل في مكة بمكان يقال له الجعرانة فلما يئست هوازن من حرب رسول الله أعلنوا إسلامهم وقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانا من خبر الشيماء كما ذكر الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وذكر ذلك أيضا البيهقي في شعب الإيمان وذكر ذلك أيضا البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه من أذرك منكم بجاد وبجاد هو زوج السيد الشيماء من أذرك منكم بجاد فلا يفلتنه فجاء بحثوا عنه فجاءوا به ومعه الشيماء ومعه النساء والأسر من هواز وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينما هم يقودون بجاد والشيماء أي أصحاب النبي يقودونها ليذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يعنفونهم أو يعنفون بجادا والشيماء وهم لا يعرفونها وهي تقول لهم تعلمون والله إني لأخت صاحبكم ما تعملوش فيها كذا ما لكم تغلظون علي ما لكم تعنفوني ما لكم تسيئون إليه فأنا والله أخت صاحبكم وهم لا يلتفتون لها ثم جاءوا بها حتى قدمت على رسول الله وأقاموها بين يديه ومعها بجاد هنا لقاء الأخت بأختها بعد قرابة خمسة وخمسين عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في بني سعد قرابة خمس سنوات من أول عمره وعمر النبي الآن يوم فتح مكة قرابة ستين سنة يعني بعد خمسة وخمسين سنة لقاء الأخت بأخيها كيف كان تصور لنا الشيماء هذا القدوم على سيد الأنبياء وتقول فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت والله إني لأختك من الرضاعة إني لأختك من الرضاعة من الرضاعة فقال لها النبي وما علامة ذلك إيه الدليل إيه البرهان قالت عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل وهذه من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها أصحاب السير والتاريخ ذكرها ابن سعد وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال فلما قالت له عضة عضتنيها في عضدي وأنا متوركتك قلنا أنها كانت تحرص عليه فإذا جلس لا تجلسه على الأرض تجلسه على رجليها حنان الأخت والأم والأم بابنها بل بأعظم من حبها لأخيها قال فلما علم النبي صدقها اسمع اسمع إلى الخلق العظيم وكيف عامل النبي أخته من الرضاعة ليس من النسب ورسول الله هو معلم الأخلاق سيد الأخلاق هو الذي وصفه ربه عزب جل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم أدبني ربي فأحسن تأديبي هو سيد في كل شيء في كرمه وجوده وإحسانه وبره ووفائه ورد الجميل ومقابلة الإحسان بأحسن منه هو الذي روى لنا كما عند أبي داود والنسائي وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه الله أكبر على الخلق انظر إلى التربية انظر كيف يرب النبي أصحابه وكيف كان النبي قدوة في الإحسان بل كان رسول الله من هديه وحسن خلقه يرد الإساءة بالإحسان ويدفع السيئة بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم المحروف لا ينسى عند أهل المرؤة وأهل الفضل فلما قالت له الشيماء إن أختك وعلامة كذا فرش لها النبي بصت لها رداءة صلى الله عليه وسلم تعلم أيها الأخ كيف تعامل أختك الضعيفة المحتاجة التي جاءتك تلجأ إليك تأوي إليك هل تصدها هل تغلق الباب في وجهها هل تقول لها إن جلست تجلسي بأدب إن جلست تجلسي وتنفقي على نفسك إن جلست لا تفتحي فمك كيف تعامل أختك كيف تحرص عليها كيف تقدم لها المعروف كيف تحسن إليها وإن لم تحسن هي إليك اسمع بصت لها النبي رداءة صلى الله عليه وسلم وبشة وهشة وابتسم ويعني رحب بها يا هلا يا مرحب كيف أنت وكيف حالك وكيف كان الزمان وكيف أمك وكيف والنبي يرحب بها صلى الله عليه وسلم ثم قال لها الكلمة التي رواها الحفظ ابن حجر في الإصابة وابن الأثير أيضا وابن عساكر قال قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئتي عشتي وأقمتي مكرمة إن شئتي وإن أردت أن تعيشي هنا معي مكرمة محببة أخت النبي وإن شئتي وإن شئتي رجعت إلى قومك وأكرمتك أيضا إن شئتي بقيت هنا وأقمت معنا محببة مكرمة وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أمتعك وأردك فقالت بل أرجع إلى قومي فأمتعها النبي أعطاها متاعا جملة محملة أموالا أعطايا أعطاها خادما وخادمة عبدا وأمة وأكرمها أعظم إكرام لترجع إلى قومها وخيرها النبي إن شئتي عشت في بيتي مكرمة محببة وإن شئت عدتي وأكرمك فقالت بل أعود فأكرمها ومتعها وأعطاها غلاما وجارية قالت بني سعد فزوجت الغلام للجارية وأنجب أولادا ما زالوا في بني سعد فلما رأت الشيماء من كرم أخيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعت في كرمه وحسن آدابه وحسن عشرته فقالت يا رسول الله بجاد التي أهدرت دمه وقلت من وجد بجادا فلا يفلتنه وكان بجاد كما قلنا من قبل أنه قد فعل فعلة في أحد المسلمين قطع أعضاءه قطعة قطعة ثم شقه وحرقه فغضب النبي وقال ائتوني ببجاد قالت يا رسول الله بجاد زوجي وأب أولادي أمن علي من الله عليه وهبه لي يا رسول الله فوهبه لها رسول الله يا سلام الله وهبها لها رسول الله صلى الله وهبه لها رسول الله وعادت مكرمة معززة وهل وهل اكتفى النبي بالإحسان إلى الشعماء وزوجها فلما رأت بن سعد ذلك ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم وقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة دانت طلعت ابننا تربيت عندنا وهذه أختك من أنت عليها يا رسول الله أمن إنا أهل وعشيرة وقد وقع بنا ما وقع وقع في الأسر رجال وفي السبي نساء وذرار وأخذت أموالنا فمن علينا من الله عليه يا سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إذا أنا صليت بالمسلمين الظهر فقوموا فقولوا مثل ما قلتم إذا أنا صليت وسلمت وانتهيت واحد من بني سعد من هوازل يقوم أو يقوم جماعة ويقولون يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمن علي علينا من الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان لي لأنه هيأسم الأسرة والسبايا والأموال ما كان لي أي الخمس بتاعي ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم في الأول سألهم رسول الله سؤال قال لهم نساؤكم وأبناءكم أحب إليكم أم أموالكم إنتوا عايزين أترك الرجال والنساء والأولاد وخلي الأموال ولا تأخذ الأموال والرجال والنساء والصبيان يفضل عندنا أسرى فقالوا يا رسول الله خيرتنا إن إحنا كده احترنا لكن نساؤنا وأبناؤنا أحب إلينا عندهم كرامة عرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الظهر بالمسلمين فقوموا فقولوا يا رسول الله أمن علينا من الله عليك فلما قالوا ذلك قال رسول الله ما كان لي ولبني عبد المطالب فهو لكم ألم سامح في الخمس كله لكم فلما سمع المهاجرون مقالة رسول الله قام المهاجرون فقالوا ونحن يا رسول الله ما كان لنا فهو إلى رسول الله يفعل فيه ما يشاء ولما سمعت الأنصار ذلك قالوا يا رسول الله وما كان لنا فهو لرسول الله يفعل ما يشاء فأطلق النبي كل أسرى بني سعد من الرجال والنساء والذراري ورد إليهم أموالهم إكراما لأخته الشيماء إهدى يا من تأكل ميراث أخواتك يا من تتصلة على أخواتك من أمك وأبيك يا من تظلم وتتجرأ على أختك يا من تسيء إليها وأنت أيتها الأخت يا من تتكلمين على أخيك وتقول ما ليش إخوات أنا بريئة منهم أنا مش محتاجة منهم حاجة أنا ربنا أغناني ولا أريد منهم شيء هذه البيوت التي تتربى على الإسلام وقلت أنا أردت أن آتي بنموذج فيه علاقة بين أخ وأخت مش أخ وأخت شقيقة ده أخت من الرضاعة كيف أكرمها النبي وأحسن إليها أحسن إليها بأن رحب بها أحسن إليها بأن خيرها بين أن تبقى عنده محببة مكرمة أو أن ترجع إلى أهلها بعض الناس بعض الإخوة مثلا يقول لها لو رجعت لزوجك اللي عمل معي مشاكل اللي نشريك في تجارة اللي ظلمني في كذا لأعرفك ولا تعرفيني لتدخل بيتي ولا أدخل بيتك بتحصل لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم يخيرها بين أن تبقى محببة مكرمة أو ترجع إلى أهلها ومشا ترجع بس لا ويمتعها وأمتعك أي أعطيك متاعا كما تحبين ورسول الله إذا أعطى يعطي عطاء الكريم الذي لا يخش الفقر كان رسول الله يوم حنين يعطي الرجل بالمئة ناقة أعطى لأبي سفيان مئة ناقة من الغنائم فقال ومعاوية أعطاه مئة مئة وهي أحب الأموال إلى العربي ومن كان عنده جملا واحدا كان من الأثرياء مئة ناقة وأعطى لصفوان بن أمية مئة ليحببه في الإسلام ويقربه إلى دين الله ثم إن رسول الله يحسن إليها بأن يعفو عن زوجها بجاد لم يشأ النبي أن يكرمها ثم أن يحرمها من زوجها بل ردها واختلف أهل العلم في إسلام بجاد منهم من قال إنه أسلم كما أسلمت بن سعد وهوازن ومنهم من قال إنه لم يسلم ولم يثبت شيئا في هذا الأمر لكن يعلم الله بحسن خلق رسول الله وبحسن معاملته له أعلم أو أظن أنه أسلم بعد أن أحسن النبي إليه أحسن إلى من شئت تكن أميرة والإنسان عبد الإحسان وأحسن كما أحسن الله إليكم ولم يفعل النبي هذا فحسب بل حدث شيء آخر كان مالك بن عوف النصري لما فتح النبي هواز فر بأهله وماله خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يتمم فتح هواز بكل قبائلها فقال رسول الله من لقي منكم مالك بن عوف فليقل له إن جاءني مسلما فإني أكرمه وأعفو عنه وأبقي له ماله بل أعطيه مئة ناقة بمئة ناقة فوق ذلك فبلغ الخبر إلى مالك بن عوف وصله أن النبي قال إذا جاءني مالك بن عوف مسلما أكرمته وأحسنت إليه فجاء حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن إسلامه وأسلمت هواز رجالها ونساؤها وذراريها كل هذا إكراما من رسول الله وإكراما لأخته الشيماء وكل هذا حسن معاملة من النبي لأخته من الرضاعة ولما جاء مالك بن عوف النصري وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مئة ناقة لم يملك مالك بن عوف إلا أن نطق بالحق وشهد شهادة الحق فقال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد يا صلى ما إن رأيت ولا سمعت ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل أبدا ما شفت ولا رأيت ولا سمعت أكرم ولا أحسن ولا أفضل ولا أجود ولا أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى ومتى تشاء يخبر بما في غدي وهذا طبعا مبالغة في أن رسول الله يعلم الغيب لكن فيه دلالة على اعتراف مالك بن عوف بكرم رسول الله وحسن أدبه معهم حتى مع أعدائه قبل أصحابه وأوليائه صلى الله على نبينا محمد وعاشت الشيماء مرة أخرى في بني سعد لا يدري أحد عنها شيئا ولا يعلم متى كانت وفاتها ولا كم عاشت بعد لقائها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو مقصودنا في التربية النبوية في الإحسان إلى الأخ والأخت فالحرص أن أحب لأخي ابن أمي وأبي أحب له أكثر ما أحب لنفسي أسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات وبين قلوب الإخوة والأخوات وبين قلوب الأبناء والبنات وأسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وأن يجعلنا جميعا عند حدود الله وقافين ومع كتاب الله وسنة رسوله وبهما عاملين نقتدي بنبينا ونعمل بهديه ونعمل بخلقه ونتعامل بالرحمة والألفة والمحبة رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة وأسأله تعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوتي أحبتي في الختام نلتقي مع صانعة أخرى مع نموذج آخر من نماذي صانعات الرجال مربيات الأجيال مح واحدة سوف ترون وتسمعون عجبا في تربيتها عجبا في حالها أسأل الله أن يصلح بنات المسلمين وأن ينجح أبناء المسلمين وأن يجعلهم جميعا من الفائقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته